الاعتبارات بتاعة المرضى في ممارسة حياته برضو ما بعد العملية دي اعتبارات كبيرة او طبعا النهاردة المريض تالي اول سؤال بيسأله حضرتك انا هيحصل ليه بعد العملية انا هقدر عايش حياتي بشكل طبيعي ولا لا او يمكن الجزئي دي قلنا هنتكلم فيها في تفصيل مع حيك شوية دي بنتعامل فيها ازاي و ايه نقول المجارتي او الجزء العريض من المرضى الطبيعي بيحصلون بعد العملية بص يا مايكل هو المفصل بتاع الفاخد بالذات من ضمن المفاصل اللي بنتدي المريض فيه شوية تعليمات كتير حاب يعني مفصل للرجبة احنا بنحط مفصل رجبة وبنتطمن ان العملية عدت على خير وبنسمح للمريض ان هو يعمل اللي عايزه ولكن نرجع تاني لحطة انه مفصل للفاخد من ضمن المفاصل اللي ممكن يحصل فيها ايه انها تخلع من المكان وبالتالي مريض مفصل للفاخد بياخد تعليمات مهمة جدا بنقولها للمريض طبقا لنوع الجرح اللي استخدمه الجراح طبقا للأبروتش وفتحهم نين بيديلوا تعليمات يعني انا مثلا في الأبروتش اللي انا بستخدمه بقول للمريض حضرتك مش هينفع انك تحط رجل على رجل او انك انت تعد تتربع على الارض او تأرفس على الارض يعني الحركة ممكن يكون برضو ليه شوية ارشادات بعد المفصل الصناع في دول طبعا في مفصل الفاخد لازم يبقى ليه ارشادات والحركتين تلاتة دول يا مايكل هما اللي بيكون عندنا فيهم حدود يعني انا بقول للمريض انت مسمح لك تعمل اللي انت عايزه انت مسمح لك تمشي وتطلع وتدخل وتستخدم سلالم بل وممكن تلعب رياضة ما عندناش مشكلة خالص 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 ولكن مش هينفع تحط رجل على رجل مش هينفع تقعد على الارض تأرفس او توطي جمد او يجيب حجم الارض او تحط رجل على رجل او تتربع او وضعيات معينة او وضعيات معينة او تلاتة استثنائيين ولكن النشاط العادي بتاعه بنسمح لبيه مفيش مشكلة خالص في الحركة في السباحة في طلوع نزول السلالم في الرياضة كل ده ما عندناش فيه مشكلة خطس واغلب حالتنا على قد ما نقدر ما نقدرش برضي يا مايكل ما نقدرش نقول 100% لكن خلينا نقول انه 99% من الحالات بنقولهم قوموا حملوا على رجلوكم مباشرة بعد الجراح مفيش مشكلة انك تدوس بالعكس ده بيساعدنا ولكن تظل نسبة ان كانت قليلة لكن موجودة مش هقدر اخلي المريض يدوس على رجله تماما ليه؟ لانه باب انا منتظر انه المفصل دوت يمسك مع العظم اللي هو داخل فيه المفصل الاسمنتي المريض يدوس على طول مباشرة المفصل اللي لا اسمنتي لو داخل وانا متطمن للفكسيشن بتاعه والجودة العظم بتاع المريض ومتسبت كويس بقوم العيان يمشي ودي اغلب الحالات لكن فيه نسبة حالات ببقى محتاج ان المريض يقلل التحميل شوية عشان المفصل ما يتلخلخش من مكانه وبالما الجسم يكون عظم ويلتائم بالمثل ده بالمفصل ده ويبقى جسم واحد بالزبط كده يبقى جسم واحد لان الجسم مسكه موسيقى موسيقى